بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزاء الطلاب والطالبات في يوم جديد وفي درس جديد من دروس علوم إدارية إثناء درسنا اليوم سوف نتابع خصائص الحاجات وكيفية إشباع الحاجات لكن قبل ذلك دعونا نستذكر وإياكم مراجعة للدرس السابق تطرقنا في درسنا السابق عن أنواع الحاجات وذكرنا أن الحاجات ثلاثة حاجات وهي الأساسية والأمن والاجتماعية وذكرنا خصائص الحاجات وتطرقنا إلى جزئية معينة واليوم سنكمل هذه الجزئية تذكرنا أنا وإياكم في الدرس الماضي حرم ماسلو للحاجات وذكرنا أن تم دراسته في مادة أو مقرر علوم إدارية واحد ذكرنا هنا أعزاء الطلاب والطالبات بأن نظرية ماسلو للحاجات تنظر إلى أن الحاجات خمسة حاجات أولاها الحاجات الأساسية وهي الحاجات الضرورية من مأكل ومشبع رب ومسكن وغيرها إذا أشبعت هذه الحاجات فإننا سوف ننتقل إلى الحاجات إلى الأمن وهي المقصود بالحاجات الأمن الحماية من الأخطار إذا أشبعت هذه الحاجات سوف ننتقل إلى بحثنا وتلبية إشباع لحاجات اجتماعية وهي الحاجات إلى الانتماء والأسرة والأصدقاء بعد ذلك سوف ننتقل إلى إشباع حاجات التقدير وهي الاحترام والشهرة ثم تحقيق الذات وهي أعلى الهرم وهو تحقيق ذاتي من خلال المجال الديني تحقيق ذاتي من خلال وصولي إلى منصب معين في المجال الوظيف في تحقيق ذاتي في المجال المالي وغيرها من المجالات ذكرنا أيضا أنواع الحاجات وأن لدى الإنسان حاجات مختلفة تختلف حسب عمره ومستواه الثقافي والبيئة التي يعيش بها وبصفة عامة كاقتصاديين ذكرنا أهم أنواع هذه الحاجات وأنها الحاجات الأساسية وحاجات الأمن والحاجات الاجتماعية وقلنا الحاجات الأساسية هي الحاجات اللازمة على المحافظة لوجود الإنسان على وجود الإنسان وهي الحاجة للتنفس والماء والطعام والمسكن وغيرها ثم قلنا أن الحاجات الأمن ما هي حاجات الأمن هي الحاجات متعلقة بالأخطار ومن أهمها الأمن من الموت ومن بعده وما بعده وهذه الحاجة لا تشبع لدينا كمسلمين إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر ومنها الأمن من الاعتداء على النفس والمال والأمن الاقتصادي خوفي من الفقر واحتياج الناس والسؤال أيضا الأمن الوظيفي أن يكون لدي وظيفة أو مهنة أزاولها والأمن أخيرا الأمن الصحي والأمن من الجهل وعدم المعرفة ثم تعرفنا عن الحاجات الاجتماعية وقلنا بأن يوجد لدى الإنسان حاجة إلى الانتماء إلى جماعة ويتحقق هذه بوجود علاقات سوية مع عدة دوائر أو زملاء وإذا حرم الإنسان هذه العلاقات أو الانتماء فإنه تصيبه حالة نفسية حالة من التوتر والإضطراب وأيضا حتى تصل إلى العزلة الاجتماعية أما إذا توفقت لديه هذه المكانة فإنه يتمتع بحب واحترام الآخرين سؤالنا وذكرنا بعض الأسئلة منها برأيك لماذا تدرس بعض الشركات الاقتصادية حاجات الإنسان وقلنا في الاقتصاد يهمنا أن ندرس هذه الحاجات وذكرنا أن بعض الشركات تدرس هذه الحاجات لماذا؟ المنتجون يدرسون هذه الحاجات حتى يلبوا احتياجاتنا ينتجون لنا منتجات اقتصادية من خدمات وسلع تلبي احتياجات الأفراد ذكرنا خصائص الحاجات وأن هذه الخصائص تطورت مع تطورات البشر لاحظنا أن هناك عدة خصائص ذكرنا أن الحاجات قابل الإشباع الحاجات الإنسانية متعددة الحاجات الإنسانية متجددة الحاجات الإنسانية متزايدة أيضا الحاجات الإنسانية متباينة وأخيرا أن الحاجات الإنسانية ملحة وعرفنا ما المقصود بقابل الإشباع أن الحاجات الإنسانية قابل الإشباع أنها إذا استخدمت الوسيلة المناسبة فإنها تقل ويشعر الإنسان بالحرمان أيضا أنها تختفي وتنتفي هذه الحاجة إذا وصلنا إلى نقطة الإشباع مثال ذلك أنه عندما أشعر بالعطش فإن مع الجرعات شربي للماء والجرعات تدريجيا ستزول هذه الحاجة وتختفي عندما أرتوي ذكرنا أن الحاجات متعددة ما المقصود بالمتعددة وأنها متعددة بأنها عدة مجالات هناك حاجات اجتماعية هناك حاجات شخصية هناك حاجات نفسية وغيرها من الحاجات لا يصعب حصرها وأنها تختلف من شخص إلى آخر ما أريده أنا أو ما أحتاجه وأرغب به لا يريده زميلي الآخر أيضا من مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى زمن ما نحتاجه الآن سابقا ليس هناك له حاجة الحاجات متجددة تتجدد مع الزمن مع مرور الزمن تتجدد هذه الحاجات فحاجتي إلى الطعام عندما أشعر بالجوع وأستهلك الطعام فإنها تنتفي لدي هذه الحاجة لكنها تتجدد لدي بعد بضع ساعات وطرحنا سؤالا عن هذه الشريحة بأن تقارب بين خصائص الحاجات الإنسانية نكمل اليوم خصائص الحاجات وأهداف درسنا أن تشرح عزيزي الطالب خصائص الحاجات الإنسانية وتبين كيف يشبع الإنسان حاجاته الإنسانية من الخصائص الحاجات الإنسانية أنها متزايدة حاجاتنا الإنسانية في تزايد مستمر ما المقصود بتزايد مستمر تطورت البشرية وانتشرت المدنية أصبحت الحياة اليومية أكثر تعقيدا زادت الطلبات زادت الحاجات أيضا تزايد مستمر مع ماذا؟ مع التقدم الإنساني التقدم الحضاري التقدم التقني مثال ذلك تأمل مثلا عزيزي وعزيزة الطالبة والطالب حال الإنسان في البادية واحتياجه من مسكن بسيط وقارن حاله الآن كيف الإنسان المقيم في المدن متطلبات بناء المسكن متطلبات المعيشة في ازدياد دعنا نفكر قليلا دعنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة نفكر قليلا هناك حاجات إنسانية في وقتنا الراهن تعتبر مهمة اجتماعيا للبعض ولكنها من وجهة نظر البعض لا تستحق هذه الأهمية حاجات إنسانية تراها أنت عزيزي الطالب مهمة وزميلك لا يولي لها نفس الأهمية أو حاجات إنسانية ترينها عزيزة الطالب غير مهمة وزميلتك ترى أنها مهمة باستطاعتكم التفكير والإجابة وتدوينها في كتابكم المدرسي من خصائص الحاجات أنها متباينة ما المقصود بمتباينة؟ أن إشباع حاجة معينة لا يغني عن إشباع حاجة أخرى مثال ذلك إذا كان الإنسان يشعر بالعطش لا يغني أن تقدم له كتابا أو تقدم له طعاما لكن لا بد من إعطاؤه الماء للتخلص من هذا الشعور أيضا متباينة عندما أعطش فأنني أرتوي بكأس من الماء وزميلي لا يكفيه كأس كأسان أو ثلاثة إذن هي مختلفة متباينة من شخص إلى آخر الحاجات ملحة ما المقصود بالإلحاع؟ أن الحاجات ملحة أي أنه إذا تأخر إشباع حاجة معينة فإن الشعور بالحرمان يزيد ذكرنا أن الحاجة عندما تتأخر فإن الشخص أو الإنسان يصيبه حالة نفسية من التواجد فإذا تأخرت زادت هذه الحاجة قارن على سبيل المثال عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة الشعور بالعطش في صباح رمضان ونفس الشعور قبل غروب الشمس لا شك أن الحالة الثانية يكون الشعور بالحرمان من الماء أشد الحاحة كيف يشبه الإنسان حاجاته؟ هنا دعونا نفرق عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة بين الحاجات المادية والحاجات غير المادية فالحاجات المادية مثل الطعام والشراب والمسكن يتم إشباعها عن طريق الحصول على السلعة أو الخدمة المناسبة مثال ذلك الحاجة إلى الطعام تشبع بشراء وجبة الطعام وهي الوجبة سلعة الحاجة إلى الشراب تشبع بشراء زجاجة ما وعصير وهي سلعة والحاجة إلى المسكن تشبع باستئجار المنزل وهي خدمة جميع هذه احتياجات لكن فقط بالشراء عليك أن تدرك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة باستهلاكك لهذه السلعة أو الخدمة فإنك تشبع هذه الحاجة يلاحظ أن بعض الحاجات يمكن إشباعها بدون مقابل مثل الحاجة إلى التنفس يتم إشباعه بالهواء وهي سلعة مجانية نحصل عليها بدون مقابل أما الحاجات غير المادية مثل الأمن الأسري القبول الاجتماعي فهي لا تشبع بشراء سلعة من السوق بل تتطور وتنضج من خلال مواقف وسلوكيات وعلاقات يتم بناؤها على مر الأيام والشهور والسنين أيضا هذه الحاجات تخرج من طاقة الحسابات الاقتصادية المباشرة ماذا يعني بذلك؟ عندما نريد إشباع حاجة الانتماء إلى أصدقاء فإننا عن طريق المواقف والاحتكاك نشبع هذه الحاجة ولا تشبع فوريا بالاستهلاك كحضور دورة عن تطوير الذات لا تشبع إلا من خلال المارسة والمواقف والأيام والسنين سؤال هنا دعونا نفكر قليلا ونتسأل ونضع أسئلة لمهارات عليا تفكير عليا هل هناك برأيك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هل هناك حاجات إنسانية تخرج من نطاق الحسابات الاقتصادية المباشرة نعم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة تستطيعون البحث عن ذلك في مصادر بحث التعلم وتدوين ذلك رأيك في كتابك المدرسي ملخص لدرسنا هذا اليوم درسنا خصائص الحاجات وقلنا أن هناك ستة خصائص للحاجات بأن الحاجة قابلة الإشباع وذكرنا ما المقصود بقابلة الإشباع أنه عندما أحتاج لحاجة معينة فإنني أستطيع بمجرد استهلاكي مثلا للماء فإنني وعنده ارتوائي فإنني أصل إلى نقطة الإشباع وهو ما نقصد به قابلة للإشباع الحاجات متعددة أنها متعددة متعدد المجالات والأشخاص ومتنوعة أيضا أن الحاجات متجددة متجددة بتجدد الزمن بتطور التقني الذي يحصل وغيرها من العوامل الحاجات متزايدة حاجاتي الآن ليست مثل حاجاتي سابقا فهي في تزايد مع تزايد التقدم الحضاري والتقدم التقني حاجاتي متباينة مختلفة حاجاتي مختلفة ما أحتاجه أنا لا أحتاجه زميلي أيضا ما أحتاجه الآن لا أحتاجه غدا حاجاتي ملحة ما المقصود قلنا بملحة أنني إن لم ألبي هذه الحاجة فهي تشعرني بالحرمان وتلح علي لتلبية هذه الحاجة كلما تأخرنا في تلبية هذه الحاجة كلما شعرنا بالحرمان كيف يشبع الإنسان حاجاته ذكرنا أن هناك حاجات مادية وحاجات غير مادية المادية مجرد شرائي واستهلاكي بهذه الحاجة فإنني أشبع هذه الحاجة أما الحاجات الغير مادية فإنني أشبعها عن طريق احتكاكي بالمواقف والظروف وعبر الزمن بذلك أعزائي الطلاب والطالبات انتهى درسنا لهذا اليوم نلقاكم بإذن الله في درس جديد من دروس علوم إدارية اثنان